مفيش قضية أصعب من قضية الطالب محمد عادل اللي أنهى حياة صديقته نايرة أشرف بسبب رفضها لحبه لها المتهم خلاص هيظهر بالبدلة الحمرة الأيام اللي جاية تفتكروا محمد عادل هيحصل معاه إيه يوم 9 فبراير اللي جاي وإيه المفاجأة اللي ممكن تحصل أنا ماريا ماجدي وكل ده نعرفه في الفيديو ده خلال الأيام اللي جاية مصير الطالب محمد عادل اللي أنها حياة نايرة أشرف قدام الجامعة وبشهادة كل الناس هيتحسن فيها يأما ياخد طريقه لعشماوي ويودعنا ويبقى عبرة لأي حد ممكن يعمل كده في المستقبل يأما فيه مفاجأة ممكن تحصل في القضية طب إيه هي المفاجأة دي؟ ده اللي هنقوله ليكم دلوقتي بس تعالوا نشوف الأول محمد هيلبس البدلة الحمرة إمتى بالضبط؟ يوم 9 فبراير محكمة النقضة هتعقد أولى جلستها للنظر في الطعن اللي قدمه المتهم محمد عادل على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة ضده واللي هو أنه يروح لعشماوي عادل بتهمة إنهاء حياة نايرة أشرف واللي عمل الجريمة دي قدام الجامعة كلها وقدام كل الناس ولا همه حاجة ومن فترة تقريبا يوم 22 يونيو اللي فات كان أمر المستشار حماد الصوي النائب العام المصري بأحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات لمعاقبته في التهم اللي عليه طبعا وهي إنهاء حياة نايرة أشرف عام دم مع سبق الإصرار والترصد وده طبعا باستخدام أداة جزارة المهم إن النيابة العامة وقتها أخدت الدلائل بتاعتها على المتهم وشهادت كام واحد من اللي كانوا موجودين وقت الواقعة ومنهم أفراد من أمن الجامعة وعمال بمحلات محيطة بالمكان وكلهم أكدوا رؤيتهم للمتهم وقت ارتكاب الجريمة غير طبعا الفيديو اللي انتشر على الفيسبوك وكل الناس شافته ومن ضمن الناس دي كان واحد حاول محمد عادل إنه هو يمشيهم بعيد وكان بيلوش بالأدال لما عادوا الضهم علشان يمشوا ومنهم زملاء لي في الجامعة واللي شاهدوا برضو في التحقيقات إنه كان بيحاول يقرب لنييرة أشرف أكتر من مرة وده بدون رغبة منها وهي مش عايزة وبترفضوا وهو مصمم يقرب لدرجة إنه راح أكتر من مرة لأهلها علشان يتقدم لخطبتها وهم ويرفضوا لأنها الله يرحمها ما كانتش عايزة نهائي وطبعا الكلام اللي كلنا عارفينه كويس وعلى فكرة لما أهلها كانوا بيرفضوا مقابلته كان هو بيتعرض ليهم وبيقف قدامهم علشان يعني يكشوا منه ويرجعوا في رأيهم لحد ما حصل اللي حصل ده والمجرم ده عمل اللي عمله المفاجأة بقى إن محمد عادل يوم 9 فبراير اللي جاي لو الطعن بتاعه تقابل فهو مش هيروح لعشماوي دلوقتي ويمكن يحصل في الأمور أمور ولو ما تقابلش طبعا هيروح لعشماوي عادل وبدون نقاش وللعلم الناس كلها بتتمنى إنه ياخد جزاؤه ويروح لعشماوي خصوصا بعد المنظر البشع اللي شافوا منه ضد نايرة أشرف الله يرحمها غير كمان إنه لازم يبقى عبرة لأي حد يفكر يعمل كده في المستقبل نسيت أقولكم كمان إن النيابة أكدت قبل الوقع بأيام إن محمد عادل حاول التواصل مع نايرة أشرف علشان يعرف توقيت ركوبها للعربية اللي هتوديها الجامعة وهي وقتها رفضت تقوله وده اللي خلى النيابة تقول إن المتهم كان نيته مبيتة ضد نايرة الله يرحمها وإن ده مع صبق الإصرار وأكد على الكلام ده صاحب الشركة ملكة العربية واللي عارف من السوائين إن محمد بيتابع المجني عليها دايماً وكمان شاهد رئيس المباحث اللي عمل التحريات إن كان فيه خلافات تطوارد بين المجني عليها بسبب رفضها الارتباط بيه وإنه دائم التعارض لها وبكده يكون مصير محمد عادل في الأغلب إنه رايح لعشماوي وإنه مستبعد إنه يتقبل النقد بتاعه ومش بس كده ده مطالب إن الحكم يتنفذ على الهوى قدام الناس اكتبونا في الكومنتات رأيكم إيه مع إن الحكم يتنفذ على الهوى ولا إنتوا بس معا إن الحكم داي يتنفذ علشان يكون عقاب راضع بس يتنفذ بإنسانية